اه طبعا انا حضرت يوم الاتحاد اللي فات احتفال جميل كده وقور في مكتبة القاهرة في الزمالك مكتبة القاهرة الكبرى مكان رائع اصر زي يقولك اصر منيف واصر منيف وعملين فيه شغل كويس جدا وحييم جميعا على هذا الاصر انه عملين فيه قاعدة بره عشاء وبتاعها وحاجات لطيفة جدا فكان استاذ ابراهيم معلم عامل دعوة عشان خاطر لقوا اكتر من 200 حلم لعمنا نجيب محفوظ لم تنشر بعد جديدة وعمل عليها شغل كبير جدا ابراهيم معلم حتى يتأكد انها فعلا احلام جديدة وكان موجودة فاطمة ومقلسوم ابنتي كاتبنا الكبير وكان حفل جميل جدا وموجود فيه كبار الشخصيات محمد المنسي عنديل وعلى الأسواني ووسري فودا ودينة عبد الرحمن والسيدة الكاتبة الكبيرة اللي ما كانش حظي كويس ما لحيش سلم عليها سناء البيسي وكان فيه ناس كتيرة جدا انا مش متذكرة دواتي ممكن انسى حد انما كان فيه مجموعة من المثقفين العتولة ادعوكم جميعا لقراءة الاحلام الاخيرة مكتوب كده عنوان الكتاب الاحلام الاخيرة لنجيب محفوظه حاجة بديعة يعني حاجة عايزة ما تقراش الكتاب ورا بعضه يعني تقرى خمسة احلام وتقفل واسرح وعيش وبعد نقرأ فانا بحاول افكر يعني هستأذن الاستاذ بريم معلم ان احنا لما ننشر الاحلام دي في كل حلقة ناخد حلم لانها حاجة كتابة غريبة يعني كتابة غريبة عايزة تأمل يعني عايزة تأمل لذلك لم يكن يصلح لكتابة المقدمة الا كتابة بديعة زي سناء البيسي سناء دي استاذة سناء طبعا دي كتابة من طراز خاص جدا حاجة مستوى رفيع اللي مقراش لسناء البيسي خسر كتير جدا 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 يعني كتبها بالكلمة الحرف عندها يعني حاجة عميقة جدا جدا فهدعوكم جميعا الى كراءة هذا الكتاب الجميل وبشكر الاستاذ بريم معلم على ان اتم بيه وبشكر ابنتي نجيب محفوظ انهم لقوا هذا وطلعوه وتعالوا نشوف حارت نجيب محفوظ مية اربعة سنة لكنها ابدا لا تنسى مية اربعة سنة على ميلاد كاتبنا الكبير رحمة الله عليه اشتركوا في القناة دي حارة قرمز اللي تولد فيها العالمي نجيب محفوظ بس البيت بتاعه اتهد كان موجود هناك كده اتهد وتبنى غيرهم الحارة دي تمثل فيها بين القصرين وقصر الشوق كانوا هنا لان قصر الشوق جنب مننا هنا انما السكرية كان في الضربة الاحمر عندي بوابة بتاعت المتولي نجيب محفوظ ده يعني مشي من الحي دمي هنا فمعدة شدت بتاع خمس سنين لغاية اخر ايام عمره كان نجيب محفوظ لازم يجي جماليات روحه لانت بتكون شاك في حيطة وبتاعه عزلت منها الدم بحن انا هنا بتاع الفول بزايا المداء غيرها السنيندئية بقى لي خمس وخمسين سنة قبل لك انتنا كان بيجي نجيب محفوظ من تسعة الصبح ياخد شاندودش كل ياما شاندودش بتاعريبه ياخد شاندودش يوغط والحارة بتاع ذا المداء من تسعة الغازة نشر الدهور كده واخد بعض ويمش يكتب انا اسمي عبد الجليل عبدالي يوسف وريس عن قرص زواء المداء عن قرص زواء المداء اللي هي ما سميها في الفيلم اسمي كرشي اللي هو بقى لها حوالي مئة وخمسة وثمانون سنة وكان بيجي نجيب محفوظ بقى يكتب بناها عليها الحرفوش والحاجات كده كلها جي والدي بشاف الفيلم احترض عن الرواية على سنة طبعا هو كان بيحب نجيب محفوظ جدا واحترض عن الرواية عشان كلمة كرش اللي هو كان كتبه على القهوة بعد متى ابوية جي جمال الغطاني يكلمني وقال لي ما خلاص بقى الفاتمات واحنا عايزين نجيب سرجة المؤلف هنا نحطها نحطها عنك وهو مضالي عليها من ورا وكان بيجي يقعد مع والدي هنا على القهوة وكانوا بيقعدوا يتكلموا مع بعض عن السلوب زمان والحواري والأذقة كانت الناس كلها بتحب بعضيها كانت الناس لما اخذ لها واحد تعبان تلاقي الحارة كلها على بقرة ابيها توقف كان طول عمه سواضع يعني كان فيها مؤخذ واحد في سيدنا حسين عاجز من طول كده كان بيبيع كتب زمان كان يجيبوا ويقعدوا كده علىها معا وذوق الراجل عادي ويقعدوا يجيبوا شاوي استفاد نديم محفوظ من أبناء الشعب هو كان في توقتي نازل غلبة بتعبيره باللي بيطلعه جواي وجواك وكل واحد غلبان في المنطقة كان هو بيطلعه من جواه لانه مش عارف يوصل يعني انا مش عارف اوصل هل هو بيوصلني كسر جديد اللي خدد نوبيل ليه؟ العائلات كلها مرتبطة بعديها كتب كلها هتبدل محفورة في قلوبنا وكلنا بنشتريها وكلنا بنقرأها وعندنا منها مازالت في المؤاخذة افلام كلها منزلينها وخلينها ونفرج عليها على طول من حبنا فيها لما نلاقي فيلم جديد وفيلم نجيب محفوظ شغال بنحول بنجيب الفيلم القديم نجيب محفوظ يعني تستغفريني وتخرجي من غير عمر يا رب الناس السيد ده أول مرة وحيات الحسين يا سيد هو موجود حاليا في اللي احنا العصر اللي احنا فيه ما كانش هيعجبه الوضوع اللي احنا فيها لان الناس بقت غير الناس واتغيرت النفوز بتاعت الناس الوضع اللي احنا فيه ده خلى الناس كل واحد حاله لانه ليه اخرى ليه عم وليه بسع لانه لي فيه بكافيني شكرا جزيلا الزميل احمد عز الدين في هذا التقرير البديئ شوف رائحة مصر بتختفي ليه بتختفي لانهم ضمروها ناس كتير ضمروا في البلد وضيعوا الريحة لكن عايز تشمها تروح حيثة القديمة فيها مشاكل كتير من حيث النظافة ومن حيث العناية وتدايق او تزعل يعني زي ما زهدوا بيت اللي كان ساكل فيه نجيب محفوظ ما عرفش ازاي تهد يعني في اي عصر في اي معرفة الرائحة دي بقى مش موجودة قوي في افلام نجيب محفوظ افلام نجيب محفوظ رغم الاداء التمثيلي اللي على مستوى والاخراج اللي على مستوى والتصوير والديكور كله تمام لكن حين تقرأ امر اخر فارجوكم ما تتوقفوش عند افلام نجيب محفوظ دولو احنا نعرف نجيب محفوظ لا اقرأ اقرأ رواية بدعة نجيب محفوظ هتكتشف فيها حاجات تانية هتكتشف فيها حاجات حلوة جدا 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 على كل حال يعني مصر طول ما فيها طول ما بتطلع علينا امثال نجيب محفوظ ويوسف ادريس صلاحة صغور وصلاح الشهين وبتكلم في الكلام والاب نودي واحمد فواد نجم ومعنا جمال بخيت وعندنا سيد حجاب وايمن بقى فيه اسماء كتير عين بهجة امر وفيه شعراء كتير في مصر وفيه محمد عبقادة في برسة عدة شاعر فحل بسي ان احنا عندنا مصري مصري عمار دايما مصري عمار دايما فيه ناس بتهلس ايبها تهلس هذا شأنها مش شأنك ما انتبعهمش بالكتاع وبيهم واحد بيهدر الوقت واحد بيتجاوز انما انت ابدا ما تسلمش لا عقلك ولا وقتك للتوافه من الامور اتكلم جد بكل خير في الدم على فكرة مش بقولك اتكلم جد يعني بدمك تقيل هزر واتحك وتبسط احسن ما تتفرج على هلس ما تتفرج على على ايه والله ما انا عارف سمي ايه بس يعني يعني انا متطمن ان انتو انا عارف ان انتو بتقدروا تقيموا ما بين التسالي وما بين اللي انت بتقتنع بيه يعني على كل حال احنا عندنا موضوعين نهاردة مهمين عندنا شباب في الجامعة اتحاد الطلاب عندهم انتخابات ونكحوا ونكحوا عمر الحلو وعبدالله انور شباب نكحوا في الانتخابات والنتيجة لسه موجودة عند الوزير هتطلب في الدرجة ليه بقى مش عارفين هنعرف بقى ونشوف حكاية الشباب وبعدنا عندنا حاجة مهمة بتعملها مصر الخير انا متحمس جداً لمصر الخير ليه بقى لان على رأسها دي المؤسسة وانا حضرت كذا هتفليها الدكتور علي جمعه وهو رجل كبير يعني ايه رجل كبير يعني ناضج وعاقل ومتعلم ومثقف وامين هتكون معانا مين بقى الاسازة دينا هتحوت عندهم مشروع مهم جداً هنتكلم فيه مشروع يخص المؤاقين اللي احنا قلنا ايه بقى السيد الرئيس قبلهم وقلنا كذا وقلنا كذا وقلنا كذا وبعدين معرفش يعني عملنا ايه فيه شارع يتوضب عشان خطر المؤاقين فيه رصيف تعدل عشان الرجل يعدب كرسي فيه أوتوبيس حطوله حاجة عشان المؤاق يطلعه فيه مدرسة جديدة تعملت مفيش حاجة كلام حلو طب الكلام الحلو ده هو لازم يتحول الى فعل فمصر الخيرة عملت حاجة عن التبعان ان شاء الله بعد الفصل